اشتركوا في القناة التي تتكلم عادة عن المرفوعات والمنصوبات والمجررات إلى التأويل والتفسير وبيان المعنى وكذا هذا خروج حقيقي عن عمله الأساسي فيكون في هذا الحالة قد انتقل إلى مرحلة المفسر أو الشارح للنصوص وشرح للنصوص عملية قديمة من أيام التوراه وما قبلها حتى التقديرات النحاة في مثل هذا المسألة قد لا تخطر على بال أحد لا تخطر في بال المتكلم ولا تخطر في بال المتلقي هذه التقديرات خاصة بالنحوي ليس الهصلة بالحركة اللغوية التي تكون تبادلا بين متكلم وبين مخاطب النحاة قد يفرضون بعض هذه المعاني بناء على تقديرات تخطر في بالهم من أجل أن تصح بها القواعد وبناء على كلام يعتبرونهم من أصول كلامهم فمثلا عندما يقول الخليل لا لنفي يفعل ولن لنفي سيفعل وأصاسا هو يقول عندما تقول سيفعل وسوف أفعل هذا فيه تأكيد فيأتي النحوي ويستثمر هذه المقولة ليقول بأن لن تفيد النفي المؤكد ويأتي آخر ويقول النفي المؤبد ثم يأتون بهذا الأصل في ذهن بعضهم ليفرضوه على النص وقد يكون المتكلم بالنص لم يخطر في باله هذا المعنى الذي يذكرون ف بالنسبة لي عندما يقدر النحوي يفترض لكي تكون هذه التقديرات مقبولة أن يدرك المتكلم الفصيح النحو وأن يعرفه وأن يعرف مسائله ودقائقه وإلى آخره ولكن الواقع هو غير ذلك فالنحو في أساسه إنما قام من أجل أن يعلم غير العرب لغة العرب ثم استثمره النحاة بعد ذلك وهم قراء ومفسرون وعلماء في مجالة شتى انتقلوا من هذه المهمة الأساسية إلى أن وظفوه في التفسير وما شابه ذلك ولذلك فمسألة أن نتكلم عن تقديرات نحاة هي الحقيقة في الغالب ليست تقديرات ليست تقديرات ليش للنحاة هي تقديرات لمفسرين وعلماء في مجال آخر أعلى من النحو ترجمة نانسي قنقر